اشتركوا في القناة الثالثة والعشرين لألعاب القوى بعد حصوله على 12 ميدالية ملونة بينها 11 ميدالية ذهبية والذي يعتبر من أهم الإنجازات التي تحققت للرياضة البحرينية بشكل عام وألعاب القوى بشكل خاص وفيما يلي نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نعرب لجلالتكم عن أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لألعاب القوى للرجال والسيدات بفوزه بلقب البطولة الأسيوية الثالثة والعشرين لألعاب القوى بعد حصوله على 22 ميدالية ملونة بينها 11 ميدالية ذهبية والذي يعتبر من أهم الإنجازات التي تحققت للرياضة البحرينية بشكل عام وألعاب القوى بشكل خاص في العهد الزاهر لجلالتكم وامتدادا لما حققه أبطال وبطلات مملكة البحرين بفضل دعم واهتمام جلالتكم للحركة الرياضية إن هذا الإنجاز الذي سيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ ألعاب القوى البحرينية وما قدمه أبطال وبطلات المملكة في المحفل القري من ملحمة بطولية رائعة بتفوقهم على نخبة من أعرق المنتخبات وتربعهم على عرش الصدارة الآسيوية لم يكن لتحقق لولا الرعاية الفائقة من لجلالتكم الذي بلغت فيه الرياضة البحرينية مراتب عالية لتصبح إحدى الصور البارزة لنهضة الوطن وتطوره ولتسير بخطة ثابتة نحو المزيد من التطور والنماء نجدد تهنئتنا لجلالتكم بهذا الإنجاز التاريخي ونسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ابنكم ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة